موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أجرى فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بنائبي رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري للوقوف على مستجدات الأوضاع العسكرية والانتصارات المتوالية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات بمساندة من المقاومة الشعبية والتعالف العربي وأشاد فخامة الرئيس بالانتصارات العظيمة التي حققها الجيش الوطني مؤخرا بمديرية نهم ودحر ميليشي الحوثي وصالح الانقلابية مؤكدا أن المشروع الوطني وابناء الدولة الاتحادية والقضاء على القوى الامامية الكهنوتية أكد نائب رئيس الجمهورية الفريغ الركن علي محسن صالح الأحمر أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمضامين وثقة مؤتمر الحوار الوطني التي مرت ذكرى مرورها قبل أيام بما من شأنه الإسهام في تنفيذها على أرض الواقع جاء ذلك خلال لقائه وزير الدولة شؤون المخرجات مؤتمر الحوار الوطني ياسر رعيني وفي اللقاء أكد نائب الرئيس أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه سياقتها ممثلون عن كل أطياف المجتمع اليمني هي الكفيلة اليوم بإنقاذ الوطن من الانهيار الشامل الذي يعيشه بسبب انقلاب الميليشية على مخرجات الحوار وثوابت المجتمع اليمني مؤكدا مضي القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية نحو تنفيذ بنود وثيقة الحوار حتى الوصول إلى الدولة اليمنية الاتحادية القائمة على ستة أقاليم استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالعاصمة الموقعة عدن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر ومعه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والقيادات العسكرية والأمنية وذلك لمناقشة الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة وفي مستهل اللغاء رحب رئيس الوزراء بأعضاء المكتب التنفيذي ناقلا لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدالرب منصور هادي الذي يتابع باستمرار وعلى كل المستويات الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظة المهرة وباقي المحافظات الأخرى وأشهد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية في تدليل الصعاب وتوفير الخدمات الأساسية قتل عشرون من مسلح ميليشيا الحوثي خلال محاولة تسلل لهم لمواقع الجيش الوطني في محافظة صعدة وقال مصدر عسكري إن عشرين متمردا حوثيا لقوا مصرعهم خلال صد قوات الجيش الوطني والمقاومة محاولة تسلل لهم إلى مواقعها بسوق البقع شمال محافظة صعدة وأضاف المصدر إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إشال عمليات هجومية للميليشيا الإنقلابية في محيط سوق البقع بالمحافظة نفسها مشيرا إلى أن الميليشيا منيت بخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تقدتت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى في جبهة بيحان بمحافظة شبوة وقالت مصادر ميدانية إن معارك طاحنة بين الطرفين شهدتها مناطق طوال السادة ومحيط حجر كحلان استمرت عدة ساعات وأضافت المصدر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة قصفت بالمدفعية والصواريخ مواقع الميليشيا وألحقت في صفوفهم خسائر بشرية ومادية وأكدت مصر عشرين مسلحا في صفوف الميليشيا وجرح آخرين في حين أكد مصدر عسكري عن مغتل القياد الحوثي البارز أبو عمار في المعارك بمنطقة طوال السادة قتل تسعة من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وجرح آخرون جراء مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية أن الميليشيا الانقلابية شنت هجوما على مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الصيرتين بمديرية الصلو وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التصدي للهجوم وأجبرت الميليشيا الانقلابية على التراجع والانسحاب بعد تكبيدهم تسعة قتلى وجرح العشرات أثناء المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة انتهى الموجز الى اللقاء